معدنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا هنبدأ معاك جولتنا الرياضية وفاز انبي على نظير اسماعيلي بهدف نظيف في المباراة لجمعته منبارح على ستاد بيترو سبورت ضمن منافسات الاسبوع التاسع من دوري نايل وبالنتيجة دي بيحتل انبي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة أما الاسماعيلي فبيحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 7 نقاط فريق الاهلي بدأ انبارح استعداده لمباراته أمام فلومنينسي البرازيلي إلها تتلاعب بكرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية وده بعد الفوز على التحدي جدة في ربع نهائي مونديال الأندية ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيسبوك فيديو من ميران الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة بطل البرازيل عبدالواحد السيد موديل الكرة بالزمالك أكد سفر أحمد سيد زيزو إلى أنجولا لمواجهة سجرادا المقرر لها يوم الأربع المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية وأكد أن الإصابة تعرض لها لن تمنعه من مرافقة بعثة النادي منتخب الناشئين الكرة الطائرة حقق الفوز على منتخب الليبي بنتيجة 3-0 في ختام واجهاته بالدور التمهيدي ببطولة أمم إفريقيا والتي تصادفها ليبيا المنتخب الوطني الأول لرجال الإسكواش تغلب على سويسرا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الدور النصر النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال والتي تصادفها نيوزلندا محمد ياسين بطل مصر في السيف المبارزة حقق ذهبية بطولة كأس العالم للسلاحة للشباب تحت 20 سنة المقامة في اليونان دم مشاركة 29 دولة وتمكن محمد ياسين من تحقيق الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 15-6 ليحقق المركز الأول والميداليا الذهبية فريق أتليتكو مادريد تعرض للخسارة من أتليتكو بلباو أو أتليتك بلباو بنتيجة 2-0 في المباراة لجمعة الفريقين على ملعب سام ماميسا معقل بلباو وفي إطار منافسات الجولة 17 من بطولة الدور الإسباني وبالنتيجة دي يبقى فريق أتليتكو مادريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدور الإسباني برصيد 34 نقطة بينما يأتي أتليتكو بلباو بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة فريق مان سيتي تعادل مع فريق كريستال بالاس بالنتيجة 2-2 في المباراة لجمعتهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 17 من مصابقة الدور الإنجليزي للموسم الجاري وبالنتيجة دي بيصل لرصيد فريق مانشستر سيتي للنقطة 34 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدور الإنجليزي فيما يرتفع فريق كريستال بالاس رصيده للنقطة 17 في المركز الخامسة فريق تشيلسي فاز على فريق الشفلد يونيتد بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب ستانفورد بريتش ضمن منافسات الجولة 17 من مصابقة الدور الإنجليزي الممتاز وبيحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدور الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة فيما يتواجد الشفلد يونيتد في المرتبة العشرين والأخيرة ب8 نقاط فريق نيوكاسل حقق فوز كبير على حساب فريق فلهم بنتيجة 3-1 في المباراة لجمعة الفريقين على ملعب جيمس بارك وده ضمن منافسات الجولة 17 من مصابقة الدور الإنجليزي الممتاز بالنتيجة دي رفع نيوكاسل رصيده ل29 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدور الإنجليزي الممتاز بينما توقف الرصيد بولهام عند النقطة 21 في المركز 11 وبكده انتهت جولتنا الرياضية هنرجع مرة تانية لشازلي وجمانا علشان نكم معك فقط صباح الخير يا مصر شكرا يا دينا شكرا جزيك